إلى جينيف يتوجه فرقاء الأزمة اليمنية لمتابعة مباحثات السلام المتعثرة بين الحكومة الشرعية اليمنية من جهة وميليشيا الحوث الإنقلابية من جهة ثانية وضمن جو مشحون بالتوتر يحاول المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث تجاوز سلسلة الإخفاقات التي منيت بها المباحثات السابقة بسبب تباين الآراء بين طرفي النزاع وتمسك ميليشيا الحوثي بشروط تجعلها كيانا فوق الدولة على غرار ميليشيا حزب الله اللبناني المباحثات المقبلة تقتصر على إعادة إحياء مسار السلام وبناء الثقة بين الطرفين إضافة إلى إطلاق سراح المعتقلين وتبادل الأسرى وهذه محاور تعد أدنى من سقف المباحثات التي كان يرجوها مارتين جريفث الذي قلل في الوقت نفسه من احتمالية وصول الطرفين إلى حل ولو جزئي طرف المباحثات لم يكن على سوية في الاستعداد لها فعلى خلاف جهوزية ممثلي الحكومة اليمنية يحاول ممثل ميليشيا الحوثي التهرب من هذه المباحثات متذرعين بعدم إعطاء التحالف العربي تصريحا للطائرة الأممية التي تريد نقلهم من صنعاء إلى جنف الأمر الذي نفاه التحالف وكشف عن خلافه من قبيل تهيئة الظروف اللازمة لمغادرة وفد الحوثي إلى جنف وزارة الإعلام اليمنية تقلل أيضا من فرص نجاح المفاوضات بسبب عدم رغبة ميليشيا الحوثي في التوصل إلى حل تحت سقف وطني وذلك تنفيذا منها لإملاءات طهران التي تريد لها أن تبقى ذراعا ينفذ أجنداتها وتعتمد عليه في إثارة الفوضى في الدول العربية ولهذه الأسباب يرى مراقبون يمنيون أن معضلة مباحثات السلام في اليمن تأتي من كونها ليست بين طرفين يمنيين بل تتعدى ذلك لتصبح مفاوضات بين اليمن وبين النظام الإيراني الغارق في أحلامه التوسعية